السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي الحلوين اليوم ان شاء الله رح نحل مع بعض تمارين حرف الرأ طبعا اخذنا احنا حرف الرأ حكينا اسمه حرف الرأ ويلفض ار ويكتب جسمه فوق السطر ونصف الاخر تحت السطر عنا انتبه معي هنا السورة الاولى المربع الاول حرف ار يلا ضع خط وقت ار طبعا الار يا اول حكينا له شكل واحد الان السورة سورة من يعرف ما هذه الفاكهة رمان رائعين ضع خط تحت سورة رمان هيا نكتب سويا رو ما رمى الام مشددة رمى رمان رمان الان السؤال الاول انطقوا ار را 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 رو ري وعيد مرة اخرى ار را را رو ري الان يا اول ضع خط تحت ار وكتب ار ساكنة ار سوفها تحت السطر وباقي جسمها تحت السطر را را مد قصير فتحة را الان مقطع طويل را رو رو التزم الكتابة على السطر يا اول ري رائعين الآن ننتقل إلى السؤال الثاني أردد الكلمات منتبها إلى صوت إر الآن انتبه للقراءة حتى تميز صوت إر يقرأوا أين جاء حرف الإر رائعين في وسط الكلمة انسق قلمك وضع دائرة على حرف إر طبعاً هي جاءت ر مفتوحة الآن الكلمة التالية دار أين جاء حرف إر جاء في نهاية الكلمة ضع دائرة على حرف إر في الكلمة الأخيرة رسم رسامة 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 أين جاء حرف الإر؟ رائعين جاء في أول الكلمة مفتوح ر ر ضع دائرة على ر الآن ننتقل إلى السؤال الثالث أضع دائرة حول حرف إر الآن عنا مجموعة حروف فقط أريد أن أضع دائرة على حرف إر نأتي إلى الحرف الأول نقرأ سوياً إر رائعين إذن أضع دائرة الحرف التالي إذ أتركه الحرف الذي يليه إر رائعين إذن أضع عليه دائرة الحرف التالي إز إز أتركه الحرف الذي يليه إد أتركه الحرف الذي يليه إر رائعين إذن أضع دائرة الحرف التالي إز أتركه الحرف الأخير نقرأ سويا رائعين إذن أضاء دائرة كم دائرة وضعت كم حرف ر كان عندي في هذا السؤال نعد سويا واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن جاء عندي أربعة حرف ر رائعين الآن افتح كتابك على الصفحة التالية صفحة 38 الآن السؤال الرابع أضع دائرة حول الكلمات التي تحتوي حرف الر الآن أريد أن أضع دائرة على الكلمة التي يوجد فيها حرف ر رائعين نقرأ الكلمة الأولى رمى 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 هل يوجد حرف ر في كلمة رمى؟ رائعين يوجد حرف ر في أول الكلمة إذن أضع دائرة على كلمة رمى الكلمة التالية ترعى ترعى هل يوجد حرف ر في كلمة ترعى؟ رائعين يوجد جاء في الحرف الثاني في الكلمة ترعى الكلمة التالية كتاب 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 هل يوجد حرف ر في كلمة كتاب؟ لا يوجد إذن أترك الكلمة لا أضع عليها دائرة الكلمة التي تليها دار دار هل يوجد حرف ر؟ رائعين يوجد حرف ر في نهاية الكلمة إذن أضع دائرة الكلمة الأخيرة تحكي تحكي هل يجاء حرف ر في كلمة تحكي؟ رائعين لا يوجد حرف ر إذن أترك الكلمة لا أضع دائرة السؤال الخامس أحلل الكلمتين إلى مقاطعة عندنا كلمتين يا أول بدنا نحللهم لمقاطع تحليل صوتي الآن سأقوم بقراءة بتهجئة الكلمة الأولى ومن ثم نقوم بالتحليل رامي 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 كيف أحلل كلمة رامي؟ جاء حرف مع حرف مد مقطع إذن أكتب في المقطع الأول رامي حرف مع حرف مد مقطع مي كذلك حرف الام مع حرف الإي حرف مع حرف مد مقطع إذن أكتب مي تصبح الكلمة رامي رامي الآن الكلمة التالية ساري ساري أعيد مرة أخرى ساري ساري في المد مقطع تصبح بهذه الطريقة ساري ساري الآن ننتقل إلى السؤال السادس أركب من المقاطع كلمة ثم ألفض الآن لدينا مقطعين بدي أركب منهم كلمة أكون كلمة أكتبها ثم ألفضها المقطع الأول سارة 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 إذن تصبح الكلمة أكتب معي سارة سارة ما معنى كلمة سارة يا أول سارة يعني مشى سارة بمعنى مشى الآن أقرأ أقرأ الآن عنا جملة سنقوم بقراءتها سويا سارة سارة ساري ساري تصبح الجملة سارة ساري أعيد مرة أخرى سارة سارة ساري سارة 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 الآن يا أول ضع خط ونكتب معا الجملة يلا نكتب سويا سا را سارة الكلمة التالية سارة 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 رائعين الآن ننتقل إلى الصفحة التالية صفحة رقم تسعة وثلاثون الآن السؤال الأول أمرر أمرر قلمي ثم ألون الآن لدينا حرف الر سأقوم بتمرير القلم على النقاط لتكوين حرف الر ومن ثم قم بتلوين حرف الر يلا سويا بهذه الطريقة لا أرفع يدي ر حرف ر بعد أن تقوم بكتابة بتمرير قلمك على حرف الر قم بتلوينه الآن ننتقل إلى السؤال الثاني الآن عندك يا أول المطلوب أملأ الفراغ بحرف الر ثم ألفض جاء عندك في بداية الكلمة فراغ عندي فراغ بعدين عندي آ مي آ مي الآن سأقوم بإضافة حرف الر في الفراغ وأقرأ الكلمة كاملة تصبح الكلمة ر ر مي كتبت حرف الر في أول الكلمة تصبح الكلمة ر مي ر مي الكلمة التالية س فراغ إي س ومن ثم فراغ في وسط الكلمة إي الآن سأقوم بكتابة حرف الر في الفراغ ثم نقرأ الكلمة أضع حرف الر في الفراغ بهذه الطريقة تصبح الكلمة ساري 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 ر جاء حرف الر في آخر الكلمة الآن ر ر ر ر ر ر ر امسك قلمك يلا السطر موجود عننا يا أول نكتب إر يلا بهذه الطريقة إر ساكنة الآن ر ر وأنت تكتب يا أول اقرأ الآن مقطع طويل ر ر ويكتب بهذه الطريقة ر ر ر أكتب ر المقطع الأخير ر يكتب بهذه الطريقة ر رائعين الآن السطر الثاني سار 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 الكلمة التالية سار 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 نعود الآن إلى كلمة سار هيا نكتب سويا سار 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 هذه الطريقة ر سار 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 التزم بالكتاب على السطر الجملة الأخيرة هيا نكتب سويا رائعين يا أول ممتازين الله يعطيكم العافية